يستمر مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا في رمضان التي كان في صالة الجلاء الرياضية بالمزة بمشاركة أكثر من 100 شركة صناعية من بين 12 شركة بالقطاع العام الصناعي وعرضت الشركات المشاركة عشرات الأصناف من المنتجات الغذائية والنسيجية والألبسة بعروض وحسومات وصلت للـ 50% من الأسعار لنحكي أكثر عن تفاصيل المهرجان ونتائجه بصيرنا الرحية بضيفتنا مدام وفاء أبو لبدي عضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفا ننقلك رمضان كريم ويساعد صباحك يساعد صباحك أهلا وسهلا فيك مهندس الوفاء اليوم المهرجان مستمر لـ 27 شهر لكن من بداية إلى هلأ كيف لمستوا هالنسخة وخاصة أنه تم افتتاحه بشهر رمضان تماما هو المهرجان قائم من ثلاث سنوات هي دورة الأربعين للمهرجان دورة الأربعين وصدفت أنه بشهر رمضان وطبعا رمضان كريم ورمضان خير على الكل وغرفة صناعة دمشق وريفا حبت يكون هذه الدورة مميزة خاصة بشهر رمضان بالعروض والحسومات العالية وصلت للـ 50% أحيانا أكثر من 50% لأنه عندك حسومات وعندك عروض كمان يعني بالإضافة إلى الحسومات طيب خلينا نحكي عن أهمية إقامة هيدا المهرجان صنعة في سوريا ضم الظروف المعيشية اللي عم نعيشها يعني نحنا عم نعيش يمكن حياة معيشية صعبة غلاء بالأسعار وحرب تتعرض لها سوريا نحنا عم نقوم بهيدا المهرجان كمان في رمضان يعني كمان الناس عم تلاقي في تفاعل كتير كبير طبعا المهرجان له أهمية كبيرة للمستهلك في رمضان بالذات يعني نوع من التدخل الإيجابي وهي الدورة بالذات ورمضان لجنة المهرجان حبينا تكون يعني خدمية أكتر للمستهلك صار شركات الغذائية والنسيجية اللي هي أكتر شيء صار في تنافس بك السعار نوع عنها بيطلبها للمستهلك برمضان فكانت مشاركة الأعلى الهون وطبعا بتنوع كبير ومتل معلتي بتنافسية كبيرة وكلها بيصد لمصلحة المستهلك يعني السلعة أرخص سمنا وبأعلى جودة يعني نحن مهرجان اسمه صونعة في سوريا كلها صناعات سورية وصناعات ذات جودة عالية وبسعر مناسب يعني نحن بخلال هالمهرجان تخطينا مرحلة الوساطة تعرفي حلقات الوسيط بين المنتج والمستهلك فغرفة صناعة تمشق عم تقدم المنتجات من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر تماما تخطينا تماما مراحل الجملة ونصب جملة هذور بتعرفي مراحل الهيئة ووصلة البضائع للمستهلك بسعر التكلفة تقريبا نعم لكن اليوم دوركم كغرفة صناعة اليوم قديش مهم بتقديم الدعم والتسهيلات للشركات لحتى تيجي تشارك بهم المعرض مو بس مشاركتها لأهمية كمان العروض اللي عم تقدم تمام هلا نحن بنعرف الأزمة قديش كان لها دور يعني بالصناعة عانت كتير بتعرفي صناعة من حيث التأمين المواد الأولية مستلزمات الإنتاج فكانت غرفة صناعة دمشق قريفة دعم بشكل دائم داعم للصناعيين حل مشكلاتهم ومساهمة كبيرة وجاء المهرجة اللي يكون تتمت هذا الدعم للصناعي وطبعا انتي بتعرفي انه في صناعات انشئت خلال الأزمة كمان هاي عم تاخد طريقها لحتى منتجاتها تكون تتروج وتاخد دور عم تنافس بسوق وتاخد دور طالما هي موجودة مع شركات لها اسم فعم يتنافسوا بالجودة نحنا عم نأكد جدا على كلمة صنعة في سوريا بسعر مناسب وجودة عالية طيب خلينا نحكي عن الشركات المشاركة كم شركة مشاركة؟ هاي الدورة 120 شركة يعني تتوزع بين غزائية نسيجية هلأ نحنا قبل الدورات الماضية كان في تنوع أكتر كيميائي مستحضرات تجميل نسيجي طبعا هلأ ركزنا به هاي الشهر رمضان على الاستلاك اليوم منه المواطن شهر رمضان له مستلزماته والعيد له مستلزماته فركزنا أكتر شي شركات غزائية ونسيجية وفي كيميائية منظفات يعني العائلة وتسوط على المهرجان ممكن تتسوى كل ما تحتاجه قداش كان فيه إقبال جماهيرين والمان شاء الله يعني إقبال جيد جدا ممكن أنتو شفتو رحتوا ريبورتاج وهي لأنه فعلا كانت حصومات حقيقية والمستهلك كثير يعني لامس الفرق يعني وإنه تاخذي أكتر من منتج عليه حصوم عالية بزيارة واحدة هذا كثير بالنسبة للمستهلك مريح ومفيد إله نحن عم تابع مختطفات من أجواء المهرجان يعني اليوم كمان أنتو كغرفة صناعة عم يتم استبيان يمكن لنتائج هذا المهرجان وعم تشوفوا قديش هو عم يحقق نتائج من الموسم ومو بس يمكن من ردات فعل الزائر لهالمهرجان وقديش هو عم يطلع بالفعل في كسبان قيمة مادية وتوفيرية عن طريق شراءه للمنتجات الموجودة بهالمهرجان عم يتم استبيان قديش هو مدى فعاليته ويمكن تلافي أي أمور في مشاكل بالموسمة القادمة هو التخطيط للمهرجان كتير عنا بيكون بشكل دقيق هلا بالنسبة للاستمرارية نحن لو ما في نجاح وما في إقبال ما كنا صرنا رقم الدورة رقم أربعين ونحن مو بس يعني خلال هاي السنوات مو بس بدمشق كان لنا دورات بلادئية وطرطوس والسويداء ودائما تلاقي بيبعثونا رسائل أمتى موعد الزيارات اللي يجادون يعني الفائدة الحقيقية من هالمهرجان بالنسبة للغرفة دائما بتواصل مع اجتماعات دورية مع المشاركين بعد كل انتهاء كل دورة شو في استبيانات شو حققنا نتائج شو في ملاحظات دائما تدرس وتتلافع ودائما يعني كل دورة عن دورة من ساوي شي جديد مختلف حتى يعطي روح للمهرجان طيب خلينا نحكي عن إقامة هيدا المهرجان بالمحافظات أداش مهم فعلا استمرار هيدا المهرجان بالمحافظات يعني لنا أربعين دورة رقم كبير يعني منه قليل أداش فيه كمان على غرفة صناعة بدمشق وريفة مسؤولية ومجهود كتير كبير يمكن كتير من هاي التفاصيل الناس ما بتعرفها بتشوف المهرجان بس التحضيرات اللي بتسبق المهرجان إن كان في دمشق ولا بعض المحافظات كمان بده وقت وبده مجهود كتير كبير كتير المجهود فعلا بين الدورة والدورة المجهود لأعضاء الغرفة لجنة المهرجان الكادر يلي بالمهرجان دائما خلية نحل بالعمل في عندك لأنه بالشهر عندك دورتين دورة في دمشق ودورة بالمحافظات والمحافظات مو سهل أبدا أنت بتعرفي الشركات بدك تأمني لل يعني وصولا للمحافظات الدعاية المطلوبة الدعاية ناحية الإعلامية كتير هامة بالمهرجان يعني من ناحية الترويج للمهرجان معرفة المستهلك أنه في مهرجان هاي مو شي سهل أنه أنت تستقط بزائرين من جميع أنحاء يعني دمشق أنت ما عم تنعملي المهرجان بصالة جلاء ومشكورين صالة جلاء بس أنت تعملي حملة دعائية لكل أنحاء دمشق حتى يوصلوا للجلاء يمكن هي بالبداية بتكون الحملة لكن بعدا الزائر هو اللي بيكون الحملة تماما تماما بس في أحيانا ما نغير أحيان طرق صالة ثاني أحيانا بس دائما بدك تضلي على الناحية الإعلامية دائما بدك تضلي مستمرة فيها هل في نوع من الرقابة فرطوها يمكن على الشركات المشاركة بهالمهرجان؟ طبعا طبعا نحن في عنا لجنة لجنة دراسة الأسعار يلي هي من أول مشاركة الشركة بينطلب منها استبيان الحسومات يلي هي بدت تطرحها مع العروض ويكون الاستبيان واضح وفي لجنة بتتقصى خلال المهرجان الشركات هل هي ملتزمة بهذه الحسوم اللي عرضتها هل في تقصى خلال كمان فترة المهرجان؟ تماما تماما قبل وخلال اللجنة عملها بشكل دائم يومي بشكل مستمر والحسوم المعروضة والأسعار الموجودة بتقارنها مع سعر السوق هذا كتير مهم عنا الزائر يلي يجي على المهرجان يعرف حاله أنه هو عم ياخد شي مختلف عن السوق فهي اللجنة هي مهمتها وبيعرفوا الشركات شلون دائما في رقابة على بيش أكيد وهيدا مهم كتير للمواطن السوري ضم الظروف يعنيشها وهي النفع للشركة لأنه حتكون مستمرة بالمهرجان والنفع الأكبر للمستهل طيب خلينا نحكي بعد هيدا المهرجان شو التحضيرات لغرفة صناعة دي مش خريفة؟ شو الجديد اللي ممكن فعلا يكون قريبا؟ هلأ هون المهرجان هلأ في عنا حدث كتير مهم يلي هو معرض دمشق الدولي هيكون غرفة صناعة دي مش خريفة على دور كبير هينتقل هاد المهرجان لسوق البيع بعرف من شهرين هلأ هلأ ما حدا نام يعني والله عمل دقوب عمل دقوب للمعرض فعلا فعلا عمل دقوب جدا جدا تقوم في غرفة صناعة دمشق لأنه أخذين أجنحة العرض وهلأ المهرجان هينتقل مثل ما هو لسوق البيع كم جناح تقريبا كان في رقم كتير كبير رح يقول هلأ في عنا الأجنحة اللي هي حسب القطاعات الجناح النسيجي جناح الغذائي جناح الهندسي جناح الكيميائي وفي عنا سوق البيع هذا يعني بده مجهود وشغل إن شاء الله الله هيك يتكلل بالنجاح والخير للجميع شو رح يكون بميز مشاركتكن هالسنة بمعرض دمشق الدولي خاصة أنه راجع إن شاء الله يكون بقوة ونفس نفحات الماضي تكون موجودة فيه حيكون كتير إن شاء الله شغل إن شاء الله حتشوفوه على الأرض الواقع بالنسبة ل يعني حينتقل سوق المهرجان بتفاصيله بكل معالمه لسوق البيع بس طبعا حيكون عروض أكتر يعني عم يتساوي شغلات كتير إن شاء الله تعالى نحكي بعض التفاصيل للناس لأنه بنعرف أنه بعد انقطاع الست سنوات للمعرض فيه مجهود كتير كبيرة عم تكون في غرفة صناعة دمشق وريفة ذي كتير من التجار عم يبذلوا مجهود كتير كبير يعني كان معنا أكتر من حدا ببرنامج صباح نغير عم يقولوا عم يواصلوا الليل بالنهار تمام لأنه الإعداد ما تخيلي يعني بعد انقطاع ست سنوات أنت بدك أول شيء ومعرض له وقع على الأرض تمام تجهزي المكان تجهزي الشركات الشركات طبعا كلها حابة ومقبلة للمشاركة التنصيق والعمل والتخطيط والترتيب الأمور واللي هيلة حتى يطلع بأبها حلية بعد هذا الانقطاع وإن شاء الله بيطلع يعني بما تستحقوا بكلمة سوريا وسوق البيع طبعا بده يعني عم ينشغل عليه بحرفية يعني لحتى يفيد المستهلك المستهلك بيهمه أنه هو شلون بده مؤمنة من منحب نطنبنه لأنه بالنسبة لوصوله لأرض حتى تتأمن مثل السنوات السابقة يعني فيه مواصلات طبعا النفس هايو على أكتر يعني هلأ هايح يكون لخصوصية حابين إن شاء الله المواطنين يشوفوا شو المنتج السوري اللي صمت كلها الخمس سنين وما زال قائم وما زال الحمد لله يعني بالرغم من معوقات كبيرة يعني كان إلى تعرفوا الصناعة ما قديش يعني حصار المفروض وكل المجالات يعني لاقة معوقات ولاقة صعوبات بسبب الحصار المفروض على سوريا تماما تماما حصار تأمين مستلزمات الإنتاج تأمين معادل أولية تأمين العمالة تأمين هاي كل معوقات قدت لها يعني إنه صناع اللي عم يشتغل فعلا فعلا ترفع له القبعة وحابين المستهلك يشوف الصناعة اللي ما زالت بإذن الله مستمرة وقوية والمنتج اللي هو يلاقيه سعر مناسب وجودة العالية أنتو بتعرفوا الصناعة السورية قديش إلها وقع ضمن الصناعات الدول الجوار والهي فما زالت الحمد لله صناعة السورية إلها وإن شاء الله مستمرة إن شاء الله حننبرز هالشي بمعرض دمشق الدولي إن شاء الله يعني هالمهرجان ومشاركتكم أيضا بمعرض دمشق الدولي إن شاء الله رح يكون أكيد مو بس فائدة للشركات المشاركة وأيضا للمواطن اللي رح يستفيد بشكل كتير كبير من هالمهرجان أيضا عم يكون فيه تنشيط للعجلة الاقتصادية الداخلية وأيضا الاعتماد والاكتفاء الذاتي من منتوجاتنا اللي بتحمل اسم صناعة في سوريا هلا تماما مثل ما قالت ولو خصوصية معرض دمشق الدولي إنه حيكون فيه زوار من خارج القطر هاي نحن اللي عم نشتغل عليها لنورجي إنه ما زالت الصناعة السورية فخر وما زالت صناعة لها اسمها العريق وستستمر فالمعرض دمشق الدولي بالنسبة بالإضافة للزائرين المحليين حيكون فيه زوار من دول شقيقة للتسويق البضاعة لإطلاعهم على الصناعة السورية التي ما زالت بألقها برقم كل هذه الظروف وتعرف عجلة التصدير إذا إن شاء الله رجعت قديش هذا بيعمل خير على الكل على البلد وعلى الصناعة السورية أكيد هاي الهداف المستقبلية تماما هي هي معرض دمشق الدولي إن شاء الله حاطين إنه إعادة عجلة التصدير بإذن الله يعني هذا الهدف الأساسي من معرض دمشق الدولي إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق وأكيد نوجه تحية لكل صناعي سوري صامت في ظل الحرب على سوريا لكل القائمين في غرفة صناعة دمشق وريفة على الجهود المبزولة اللي عم تقوموا فيها أنتوا جنود مقاتلين إلى جانب الجندي العربي السوري نتشكرك على وجودك معنا مشمنالك التوفيق وأكيد لنا استضافات أخرى عن معرض دمشق الدولي شكرا شكرا لك المهندسة وفاق أبو اللي بدي عضو مجلس الإدارة بغرفة صناعة دمشق وريفة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم